اشتركوا في القناة وهو درس اسم الفاعل فما هو اسم الفاعل وكيف نصغه في فعل لنشاهد ذلك من خلال هذا المثال الأول المثال الأول يقول سرق اللص المال هذه الجملة بدأت بالفعل سرق ثم الفاعل اللص إذا كان اللص هو الفاعل أي قام بالفعل سرق فكيف نقول عنه عن اللص سنقول اللص سارق جيد لاحظوا جيدا هذه الكلمة سارق هو اسم سمين به الفاعل الذي هو اللص إذن سارق هو اسم فاعل وهنا أتى على وزن فاعل لاحظوا جيدا هنا سارق أتى على وزن فاعل لماذا على وزن فاعل لأن كلمة سارق أخذناها أو اشتقناها من الفعل سرق وسرق فعل ثلاثي فماذا نفهم إذا كان الفعل الماضي فعل ثلاثي فإن اسم الفاعل الذي نكتبه له سيكون دائما على وزن فاعل مثلا كتب الاسم فاعل سيكون كاتب بإضافة الألف في الحرف الأول المثال الثاني يقول سيطر الفاريق على المباراة هنا الفاعل هو الفريق إذا كان الفاعل الذي هو الفريق سيطر على المباراة فكيف نقول عن الفريق سنقول فالفريق مسيطر إذا مسيطر اسم سميت به الفاعل إذا مسيطر عبارة عن اسم فاعل لكن إذا لاحظنا جيدا هنا اسم فاعل لم يأتي مثل المثال الأول على وزن فاعل بل أتى بشكل مخالف لماذا؟ لأن الفعل الذي اشتقنا منه اسم الفاعل هو سيطرة وهو فعل غير ثلاثي فإذا كان الفعل الماضي فعلا غير ثلاثي مثل هنا سيطرة لكي نصيغ اسم فاعل منه ماذا نفعل أولا يجب عليكم أن تأخذوا الفعل الماضي الذي هنا سيطرة ونحوله إلى الفعل المضارع مع الضمير هو يصبح يسيطر ثم نأخذ حرف المضارعة ونحوله إلى ميم مضموما مع كسر الحرف ما قبل آخره مثلا هنا أطاء فكيف يصبح موسيطر ها هي الميم المضمومة مكاني المضارعة مواء الكسر فيما قبل آخره موجود هنا موسيطر لكي تتثبت لدينا المعلومات لنكتب هذه القاعدة إذن اليوم تعلمنا بأن اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل وهو يدل على من قام بالفعل ثاني شيء تعلمنا أنه إذا كان من الفعل ثلاثي فإن الاسم الفاعل يكون على وزن فاعل أما إذا كان الفعل غير ثلاثي فإنه لصياغة اسم فاعل يجب أن نقوم أولا بتحويل الفعل إلى المضارعة ثم ذلك الفعل المضارع ماذا نفعل له نغير حرف المضارعة أي الحرف الأول إلى ميم مضموما ثم ثالثا نقوم بكسر الحرف ما قبل الأخير لكي تتثبت لدينا هذه المعلومات يجب أن نقوم بحل هذا التطبيق الذي يقول فيه السؤال صغل كل فعل اسم فاعل لدينا الفعل الأول عليما هو فعل ثلاثي إذن سنزيد فقط الألف ألف المد في أول حرف ويصبح على وزن فاعل إذن كيف نقول عليما سنقول عالم المثال الثاني لعب فعل ثلاثي إذن اسم الفاعل سيكون على وزن فاعل سنضيف ألف مد إلى اللام إذن كيف يصبح هنا لاعب المثال الثالث هو درسة هو أيضا فعل ثلاثي ماذا نفعل سيصبح دارس بإضافة ألف المد إلى الحرف الأول أما المثال الرابع هنا سيكون استنشق استنشق هو فعل غير ثلاثي هو أكبر من ذلك هو فعل سداسي فماذا نفعل نحوله إلى الفعل المضارع يستنشق ثم نحول الياء إلى مي من مضموما وكسر ما قبله يصبح مستنشق نذهب إلى المثال الخامس وهو درسة إذن الفعل درسة نوعه يخالف درسة لأن درسة ثلاثي أما درسة الذي عنده شدة في الراء فهو رباعي لأن الشدة تعتبر حرف فإذا كان فعل رباعي معناه غير ثلاثي ماذا نفعل نحوله إلى فعل مضارع يدرس ونحول ياء المضارع إلى مي من مضموما وكسر ما قبله يصبح مدرس نرى المثال الأخير الذي هو آمن آمن بدأ بألف مد وألف مد أيضا يعتبر حرفين إذن هذا الفعل عبارة عن رباعي أي ليس ثلاثي ماذا نفعل نحوله إلى المضارع يؤمنه ثم نحول المضارع إلى مي من مضموما وكسر الحرف ما قبل آخره يصبح لدينا مؤمن بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الذي أتمنى أن يكون واضحا لكم لا تنسوا الاشتراك في قناة التلميذ المتميز وإلى اللقاء اشتركوا في القناة